تخوض مصر معركة دبلوماسية تفاوضية من أجل القضية الفلسطينية كما تبزل مصر جهودا حثيثة لإنجاز صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة معركة دبلوماسية تفاوضية تخوضها مصر كوسيط طارة وكمقدم لمقترح طارة أخرى فمن القاهرة إلى الدوحة إلى باريس انتهاءا بروما تعددت مواقع النزال التي تصر فيها القاهرة على الانتصار للإرادة الفلسطينية والتوصل الاتفاق ينهي العدوان الغاشم الذي يرتقي إلى حرب الإبادة لتؤكد مصر دوما في كل جولات معركة مفاوضات الهدنة على مبادئ لا تحيد عنها منها توفير كافة أشكال الدعم لمواطني قطاع غزة من خلال تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي شارفت أن تتحول إلى مجاعة حقيقية كذلك تصر مصر على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح كي تستأنف القاهرة العمل بالمعبر وأيضا ترفض مصر أي محاولات إسرائيلية لفرض واقع سياسي وأمني على طول الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة مبادئ تتوافق مع المطالب الفلسطينية التي اشترطتها لإنجاز صفقة التهدئة بل وتناغمت المطالب المصرية مع الفلسطينية بشأن رفض التهجير الفلسطيني من أي من أراضيهم خاصة إلى دول الجوار وضرورة عودة النازحين إلى مناطقهم وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المأزوم والبدء في إعادة إعمار القطاع المدمر الجهود المصرية لإنجاز صفقة التبادل ووقف إطلاق النار تصر السلطات الإسرائيلية على عرقلتها وعرقلة جهود الوسطاء من خلال وضع شروط جديدة طارة أو سحب صلاحيات وفدها التفاوضي طارة أخرى أو من خلال إطلاق الأكاذيب لعرقلة التوصل لاتفاق ومد أمد الحرب الجارية لأهداف سياسية تخص رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو نفسه فبسبب الضغوط الشعبية والأمنية على نتنياهو أطلق رئيس حكومة الاحتلال في آخر تلك السلسلة من العراقيل مصادر مجهلة تتحدث عن تحقيق تقدم في اتفاق الهدنة بالفعل بل والاتفاق على كافة التفاصيل الأمنية وعودة سكان شمال قطاع غزة بل وتماد بالإعلان عن إبلاغ مصر بالرد الإسرائيلي على مقترح الهدنة لتسارع السلطات المصرية بنفي كل تلك الأكاذيب جملة وتفصيلة وتعيد نتنياهو إلى المربع الأول كشفة إياهو أمام شعبه وقيادات دولته الأمنية والسياسية من جديد جهود مصرية لم تتوانى عن تبني المطالب الفلسطينية والوقوف حائط صد أمام كل العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام محاولات إفشال تلك الجهود التفاوضية المضنية ليبقى ميدان روما التفاوضي حلقة مهمة في مسلسل التوصل لاتفاق يوقف العدوان على غزة ويساهم في رفع القضية الفلسطينية إلى قمة أولويات المجتمع الدولي